الحديث أكثر راحة حول ملفات هذه النشرة يضم معنا سيد محمد البلداوي النائب عن تحالف الفتح مرحب بك سيد محمد بداية يعني نبدأ من لقاء رئيس الجمهورية بسيد أبو مهدي المهندس وكان هناك من تأكيد على تفعيل العمل الاستخباراتي للإنهاء ملف داعش برأيك مثل هكذا اللقاءات ممكن أن توني إلى أن يكون هناك من إيجابية في إنهاء ملف داعش في العراق بسم الله الرحمن الرحيم بداية ورحب بكم ومشاهدي قناتكم الكريمة بالتأكيد هناك دور تمارسه الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية الموجودة ومن ضمن هذه المؤسسة هيئة الحجدة الشعبية التي اليوم تدار من قبل سيد أبو مهدي المهندس على اعتبار أنه نائب رئيس هيئة الحجدة الشعبية واليوم له الدور الفعال في إدارة هذه المؤسسة صراحة اليوم جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية سواء كانت على مستوى الأمن الوطني المخابرات جهاز مكافحة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وأمن الحشد وكل المؤسسات التي تعمل ضمن الإطار الأمني والاستخباراتي تحتاج إلى تفعيل دورها ودعمها بالمعدات والآليات التي تمكنها من أداء عملها أعتقد أنه بعد طيء الصفحة الأسكرية والانتصار الكبير الذي تحققها على داعش الإرهابي وعلى فلوله وكذلك أيضا تطهير جميع مناطق العراق من هذه الفلول اليوم هذه الفلول لم تندحر بشكل كامل وإنما قسم منها تخفى بين النازحين وقسم منها هرى بإلاجهات مجهولة ومن ثم عادة في الوقت الحاضر لذلك نحتاج إلى أجهزة أمنية بحثية استقصائية تعمل على استقصاء المعلومة نحن لا ننتظر اليوم أن يقوم داعش به عمليات لكي نفعل هذا الجهد وإنما علينا أن يكون هناك جهد استخباراتي أمني يستبق في المعلومة ونستبق في الرد والتصدي لجميع هذه الهجمات أعتقد اليوم كان هناك عمليتين لاثنين من الانتحارين في الموصل تم إفشالها بفضل هذا الجهد الاستخباراتي وكذلك أيضا في باقي المناطق الأجهزة الأمنية الآن تعمل لكنها بالتأكيد تحتاج إلى دعم حقيقي من خلال توفير الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة التي تمكنها من أداء هذا العمل أعتقد اليوم أن اهتمام الرئاسات الثلاثة ومن ضمنها السيد رئيس الجمهورية بهذا الموضوع وبهذا الجهد ودعمه للهيئات والمؤسسات والمطالبة بتفعيل دورها وأن تكون سباقة في المعلومة وفي التصدي لهذه الهجمات سيؤتي ثماره ويؤتي أكله خاصة أنما أمام تحدي آخر وهي حقيقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي في الجيب الموجود على الحدود العراقية السورية وكذلك التركية وكذلك في جبال مكهول وحمرين ووادي حوران وبعض المناطق التي لم يتم تطهيرها إلى الآن بالكامل طيب يعني إذن ممكن أن نشهد اليوم معارك أو حتى ممكن يعني مواجهات على الحدود العراقية وتكون بقيادة الحجد الشعبي مثلا اليوم الحجد الشعبي هو موجود مع أخوته في الأجهزة الأمنية الأخرى الشرطة الاتحادية وحرس الحدود والجيش العراقي وهو يمسك مناطق مهمة جدا سواء كانت على حدود المدن أو حتى على الحدود العراقية السورية وقام بعمليات نوعية وعمليات كبيرة بالتنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية سواء جهاز المخابرات وجهاز الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وفعلا تمكنوا اليوم نحن نتكلم عن عمليات استباقية تقوم بها الأجهزة الأمنية ليسنا نتكلم عن معارك على التبار أنه اندحر داعش اليوم على الأراضي العراقية ما تبقى هو فلول داعش الإرهابي المحصورة اليوم بين القوات السورية وبين القوات العراقية على الحدود وهي تتواجد وهناك أيضا حسب المعلومات الواردة مؤخرا أيضا يتواجد فيها البغدادي يتنقل بين هذا الشريط الموجود وبين المدن لكن هذا الموضوع في الجانب السوري على التبار أنه لم يكتمل تطهير المناطق في الجانب السوري ما زالت قوات قصد التي هي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا القوات السورية لم تتقدم بهذا الاتجاه أعتقد أن القوات العراقية قبلت بلاء حسنا في هذه المرحلة لكن صراحة نحتاج إلى تفعيل هذا الجهد وبالذات أقصد الجهد الأمني والاستخباراتي نحتاج إلى تقنيات نحتاج إلى سريق تكتكي سريع يقوم بعمليات سريعة جدا في القضاء على ما توقع من هذه الجيوب وهذه العناصر طيب بالحديث عن الجهز الاستخباراتي أيضا هناك من حديث ومعلومات استخباراتية تشير إلى أنه من الممكن أن يظهر مرة أخرى داعش وقد يكون بنسخة أخرى أو ممكن بنفس النسخة باعتبار إلى أنه قبل فترة قام بعمليات في محافظة نينوى برأيك هذا الملف مع ملف تسلم قوات العراقية من قوات سوريا ديمقراطية مجموعة من عناصر داعش كيف يمكن أن يتم التعامل بها؟ بالتأكيد اليوم هناك عدة محنور تعمل على خلخلة الأمن أو الوضع الأمني داخل العراق اليوم داعش لعله يحاول أيضا أن يوجد قدم له أو أنه يحاول أن يهم الآخرين بأنه ما زال موجودا هناك بعض الفصال التي انشقت عن داعش وهناك بعض المتطرفين الذين يحاولون زعزعة الأمن وضرب الأمن العراقي وإعادة إلى صفحة ما قبل 2014 لكن بالتأكيد هذا الأمر اليوم أن تحدث معارك ومواجهة داخل الحدود العراقية هذا أمر مستبعد لكننا لا ننكر وجود جيوب لداعش وأن هناك عناصر من داعش ما زالت تختبئ وهناك مناطق لم يتم تطهرها بالكامل إلى هذه اللحظة نحتاج إلى عمليات أسكرية مسبوقة بجهد أمني واستخباراتي وضربات جوية وأنا أؤكد على ضرورة وجود فريق تكتيكي متخصص في هكذا مجالات يمكن أن ينقل بالطائرات أو من خلال الانزالات الأسكرية أو من خلال الحركة السريعة مع توفر الآليات والمعدات اللازمة لهذا الفريق في ضرب هذه الجيوب والقضاء عليها بدل أن نقوم بعمليات أسكرية كبيرة تكلف كثيراً وممكن أن تؤثر على حياة المواطنين طيب كلجنة أمن ودفاع النيابية اليوم هل ممكن أن تقدمون مشهورة اليوم للقوات الأمنية في بعض من المعلومات التي توصلكم أو ممكن من خلال الخطط القادمة لأن اليوم لجنة الأمن والدفاع فقط هي مهمتها الرقابة فقط لا بالتأكيد اليوم أعضاء مجلس النواب كلهم مسؤولون عن هذا الملف وأيضاً اليوم ما يصل من معلومات بالتأكيد اليوم كلاً حسب محافظته ومنطقته وتخصص الأجنته يعمل بشكل متوازي مع الأجهزة الأمنية ما يصل من معلومات تعرف أن اليوم قد يكون أضو مجلس النواب العراقي قريب من مواطنيه ومن ناخبيه يمكن إيصال المعلومة بيسر وسهولة إليه مع وجود الثقة المتبادلة بينه وبين المواطن أن هذه المعلومة ستصل إلى مركز القرار وإلى الأجهزة الأمنية المتخصصة وبالتالي ما يصل من معلومات أمنية واستخباراتية يتم رفضها إلى الأجهزة الأمنية كلناً حسب تخصصه نتجه الملف السياسي اليوم في جلسة مجلس النواب كيف حصل؟ كيف يتم توقيع من قبل 257 نائب خارج القاعة والحضور 130 أو 50 شخص؟ كيف حصل؟ ولماذا لم يدخل هؤلاء الأعظام مجلس النواب داخل قاعة مجلس النواب؟ حقيقة اليوم ما حدث وأمر مؤسف جداً ومؤلم بالنسبة للذين حضروا إلى قاعة مجلس النواب لعله الكثير اليوم من أعضاء مجلس النواب كان في وقت مبكر من التاسع أو من العاشرة صباحاً متواجد في أروقة مجلس النواب ليكمال البريدة أو متابعة شؤونه في الدوائر البرلمانية الموجودة ومتابعة عمل اللجانة أو كلها اللقاءات واجتماعات وتباحث مع الأخوة أعضاء مجلس النواب كنا نتوقع حضور كامل وكانت الجلسة في طور الانعقاد لكن تفاجئنا عند عدد وإجراء العدد من قبل الدائرة البرلمانية ومن قبل الموظفين الموجودين داخل ألقاء أن العدد المتواجد من أعضاء مجلس النواب هو 143 أعضاء فقط في حين أنه بعد إجراء الفرز للتواقية لأعضاء مجلس النواب أن هذا العدد قد وصل إلى 257 البعض كان موجود في أروق مجلس النواب والبعض الآخر كان موجود في كافتريا والبعض الآخر قد يكون ترك مجلس النواب وخرج لكنه أمر مؤسف حقيقة نحن اليوم السلطة التشريعية والرقابية العليا في البلد نحن الذين نشرق القوانين ونحن الذين نراقب باقي الدوائر ليس من المفترض أن نسير في هذا النهج وهو حقيقة أتب السيد رئيس الجلسة النائب الأول الأستاذ حسن الكعبي وما اتخذه من إجراء نحن بصراحة نؤيد ما ذهب إليه ونؤيد أنه اليوم يتم محاسبة المتخلفين الحقيقة كانت هناك مجموعة من القوانين المهمة التي ينتظر الشعب العراقي من السلطة التشريعية إقرارها وتشريعها من أجل تقديم الخدمات ورفض السلطة التنفيذية كذلك اليوم نحن وعدنا أبناء الشعب العراقي ووعدنا اليوم الحكومة أن الفصل التشريعي الثاني سيكون فصلا متميزا من ناحية التشريع والرقابة والمحاسبة لكننا اليوم وقعنا في المحذور وهذا أتوقع أنه قد يكون عبرة ودرس لجميع أعضاء مجلس النواب لكن أيضا نحن لا نريد أن نخلط الأوراق كان هناك أعضاء هم دائما كانوا متميزين في الحضور والتواجد ولم يتركوا الجلسة بل أصروا حتى على سيد رئيس الجلسة أنه يبقى في محاولة للاتصال والاتصال والتواصل مع الأخوة الباقين لإدخالهم إلى الجلسة حقيقة ما حدث هو خلل لكنه لم يكن بصراحة مقصودا أو لم تكن هناك أهداف في تحريف شال هذه الجلسة يعني أعضاء مجلس النواب فضلوا أن يكون في كافترية ما يدخلون الخلل أنه لم تكن في حسابات أعضاء مجلس النواب أنه لن يتحقق نصاب في هذه الجلسة على اعتبار أنه الكثير يعني التقينا بالكثير من أعضاء مجلس النواب وكان الحضور حقيقة جيد فالكان أعتقد أن الأغلبية أو الأكثر من الذين لم يدخلوا سواء ذهبوا إلى اللجان أو كان لديهم عمل في الوزارات تصوروا أن الأدد يكفي لحقيقة بدء الجلسة وأن النصاب سيتحقق ألمن أننا نؤمن إيمان حقيقي أن العمل التشريعي والحضور تحت قبة البرلمان هو الأولى والأجدار أن يكون متقدما على باقي الأعمال أعتقد أن ما حدث اليوم في هذه الجلسة هو درس وعبرة لجميع أعضاء مجلس النواب ولكن اليوم أيضا يجب أن لا ننسى أنه كان هناك حضور من أكثر من 143 عضو أصروا وبقوا إلى نهاية الجلسة وحتى بعد أن تم رفع الجلسة وكانوا متواجدين في مجلس النواب أما الأخوة الباقين لعله اليوم نحن نحمله على محمد حسن لكنه أيضا يجب أن اليوم أن تكون هناك إجراءات من قبل هيئة الرئاسة لبيان وفرز الحضور وأيضا الغياب ومحاسبة المقصرين في هذا المجال وتمييز الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة وباقي الجلسات وصروا على استكمال الجلسات والاستمرار في قراءة القوانين أو النشاط داخل مجلس النواب طيب النعب الأول لرئيس مجلس النواب السيد الكعبي أمر بإجراءة تحقيق بالنظام الداخلي ممكن إجراءة تحقيق بهذا الموضوع النظام الداخلي مجلس النواب العراقي وضع مجموعة من الضوابط نعم هناك وزر سيتحمله بالتأكيد الموظفين وأعضاء مجلس النواب الذين طبعا بعد إجراء العد والفرز من خلال التسجيل للجلسة هو أصر سيد رئيس الجلسة النائب الأول لستاذ حسن الكعبي أصر على أن تبذل إلى وسائل الإعلام منذ بدء الجلسة لتسوير الحضور وكان أعتبه شديدا على أعضاء مجلس النواب على اعتبار أن اليوم كما قلت أن المؤسسة العليا من ناحية التشريع ومن ناحية الرقابة نحن نحتاج إلى رقابة والمسألة اليوم مسألة العقوبات هي ليست بحد ذاتها هي الفاصل أو أنه اليوم السيد رئيس الجلسة أنه يريد الحاق الأدى بالآخرين بقدر ما يريد تنبيه الآخرين إلى وجود خطأ ارتكب من قبلهم أما من خلال التوقيع وعدم الدخول إلى الجلسة أو حتى قيام بعض الزملاء لهم بالتوقيع بدلا عنهم وهم لم يكنوا حاضرين أيضا اليوم كان هناك حديث أو تصريح بوجود ثمانية أو تسع أسماء مرشحين لوزارة الداخلية ممكن تنتهي هذه القصة الطويلة التي صالها أشهر أكثر من خمس ستة شهر قصة وزارة الداخلية والدفاع والتربية والعدل الدفاع والداخلية هي حالة تختلف عن العدل والتربية ممكن تنتهي؟ واقعا الوزارات جميعا مهمة وزارة العدل واحدة من أهم الوزارات والتي تعنى بملف المسجونين وإدارتها وإدارة حقيقة الملفات التي تختص بالعدل والتسجيل العقاري وغيرها وهي وزارة أيضا مهمة وزارة التربية نحن أيضا مقبلون على امتحانات حقيقة يعني يجب أن نعطي هذه الوزارة أهميتها اليوم حياة ومستقبل آلاف من أبنائنا الطلبة عشرات الآلاف من أبنائنا الطلبة اليوم تتوقف على هذه الوزارة ووجود الوزير إضافة إلى الكثير من المعاملات والتي تخص شؤون الطلبة تنظيم عملهم وكذلك الموظفين والمعلمين والمدرسين إضافة إلى أهمية وزارة الدفاع والداخلية لمساسها بالوضع الأمني أنا أعتقد أنه وصلنا إلى مراحل جدا متقدمة في هذا الملف لكن مع الأسف وأقولها متأسفا أنه اليوم نتأخر في المضي في هذا الموضوع أعتقد فيما يخص وزارة الداخلية تم التوصل إلى المفاصل النهائية والنقاط الرئيسية قد حلت واكتملت جميع تفاصيل هذه القضية اليوم الأسماء المطروحة نحتاج فقط إلى اسم واحد من ضمن الأسماء التي طرحت سواء كانت في تحارف الفتح وبين الفتح وسائرون وأيضا بين البناء والإصلاح اليوم لا نسعى بصراحة إلى اختصار الموضوع بينه كأنه الفتح وسائرون لا علينا أن نتوافق فيما بيننا ككتل سياسية موجودة اليوم تحت قبة البرلمان للوصول إلى أسماء محددة يتم طرحها داخل جلسة مجلس النواب ويتم التصويت عليها والمضي بها حقيقة هذا الملف تعرفون قد كان واحد من أهم المعوقات في الفصل التشريعي الأول لا نريد أن نعيد الكرة من خلال كسر النصاب وعدم الدخول وبالتالي تعطيل هذه المؤسسة التشريعية المهمة وتعطيل إقرار القوانين لكن اليوم أنا أقول لها وبشكل جازم أننا وصلنا إلى نهايات الأمور نسعى في الأسبوع القادم وفي الأيام القريبة إلى أنهاء هذا الملف باختيار أسماء محددة بعينها من خلال الأسماء المطروحة التي تم تداولها لإقرارها تحت قبة البرلمان من خلال ما يرسله رئيس الوزراء أيضا له الخيار فيما يرسله من أسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليه طيب ما تفق عليه الفتح وسائرون هل يمكن اعتباره ملزم لكل الأطراف الموجودة في البناء اليوم أم أنه اليوم الطرفين يعتبرون هما الأطراف الأقوى في البناء والإصلاح والعمار لا بالتأكيد اليوم الفتح وسائرون لا يحتاجون إلى سلب إرادة باقي الكتل أنا أتكلم عن حكومة شراكة وطنية وأتكلم عن فضاء وطني يسعد جميع إلى أن يكون ضمن هذا الفضاء بالرغم من وجود بعض المعوقات ووجود بعض حقيقة الأصوات التي تخرج عن هذا الفضاء من خلال التصعيد السياسي أو من غيره نحن نطمع حقيقة أن يكون هناك توافق وطني على مجموعة من الأسماء المهنية من أصحاب الاختصاص خاصة لهذه الوزارات وذو مهنية يعملون بجد واجتهاد من أجل الحفاظ على أمن البلد واستقراري خاصة أننا دفعنا ثمنا باهضا وكبيرا من التضحيات ومن الدماء المقدسة الغالية من أجل دفع هجمة داعش الإرهابي وتحرير أراضي العراق من رجس داعش وبالتالي نحتاج إلى شخصيات نزيهة كفوئة تكون من أبناء هذه المؤسسات من أجل أن تكون قادرة وواعية ومعدة لخطط يمكن من خلالها فعلا الحفاظ على الأمن وتقديم الخدمة إلى أبناء الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار كذلك سيكون هذا الأمر مريحا للكتل السياسية بعيدا عن التجاذبات والتصعيد السياسي والاتهامات وعدم المهنية والاتيام بشخص سياسية كل ذلك سنبتعد عنه من خلال هذه الأسماء ولذلك أقول أنه اليوم التوافق الذي حدث بين الفتح وسائرون نسعى بكل جهدنا أن يصل إلى البناء وإلى الإصلاح وكذلك إلى التحالف الكردستاني وباقي الكتل من أجل المضي بعجلة الحكومة إلى النهاية وإلى النهاية واكتمال هذه التشكيلة حقيقة لكي تكون هناك فقط ليس بناء حكومة ما نسعى إليه اليوم بناء دولة ودولة مستقرة تعيد إلى العراق مجده تكون قادرة على إعادة العراق إلى مقامه الحقيقي في مقدمة الدول التي تقود هذه المنطقة اليوم العراق بفضل الله عز وجل نرى أن هناك بوادر خير أن يكون العراق قطب تدور حوله المحاور هناك زيارات من قبل الرؤساء وهناك زيارات من قبل الرؤساء الحكومة ومن قبل الوفود سواء كانت إلى العراق أو من العراق إلى باقي الدول نسعى إلى إقامة إلاقات طيبة مباقي الدول نسعى لإنفتاح على العالم أن يكون فعلا للعراق كدولة دور سيادي في شؤون المنطقة السياسية الأمنية الاقتصادية التجارية طيب كناب عن محافظة صلاح الدين ممكن نشهد تغييرات اليوم في صلاح الدين مثل اللي حصلت في محافظة نينوة أعتقد أنه التغييرات حقيقة بدأت بتغيير سيد رئيس مجلس المحافظة السابق أنا أعتقد أن هناك حراك أيضا في محافظة صلاح الدين لكن أتكلم بصراحة نحن نحتاج إلى الاستقرار السياسي نحتاج إلى استقرار أمني نحتاج إلى استقرار اقتصادي وتجاري محافظة صلاح الدين كباقي المدن التي اشتاحها داعش اشتاح أجزاء كبيرة منها نعم هناك مدن صامدة تضررت بفعل الهجمة الدائشية نريد أن نعيد بناء هذه المحافظات نريد أن يتعاون وأن يتكاتف الجميع بمختلف مكوناتهم بمختلف كتلهم نسأى إلى توحيد الجهود وتضافرها من أجل إعادة بناء المحافظة وبناء البناء التحتية التي يهدمت من قبل داعش نسأى اليوم إلى إعادة الاستقرار والأمن وإعادة النازحين وتعويض ضوية الشهداء والمغدورين والجرحى وابناء الحشد والقوات الأمنية حقيقة أنا كنائب عن محافظة صلاح الدين نعمل بجهد أن نجمع جميع الأطراف السياسية لتوحيد الرأى من أجل بناء هذه المحافظة وأيضا السعي إلى تقديم الخدمات لعله حصلت إخفاقات في وقت سابق هذه الملفات أيضا نحتاج إلى إعادة النظر فيها وأن نرى أين مواطن الخلل ومحاسبة المفسدين والفاسدين الذين أهدروا المال العام ولكننا نسعى في هذا الوقت إلى استثمار الموازنة الحالية لهذه السنة في إعادة البناء نحتاج اليوم دائم دولي البنك الدولي الـ UNDP وغيره من المنظمات الدولية العاملة إلى أن تدخل إلى المحافظة وهذا لن يحدث ما لم يكن هناك استقرار أمني وسياسي واقتصادي لاستقطاب أيضا فرص الاستثمار في المحافظة خاصة أننا نمتلك في المحافظة مناطق زراعية مناطق أثرية وسياحها دينية متميزة بوجود الإمامين العسكريين ومرقض السيد محمد وغيره من المراقض المقدسة الموجودة في المحافظة لدينا الكثير من المراكز السياحية التي يبغي الكثير من السياح في العالم الحضور إليها وهذا لن يحدث إذا لم يكن هناك استقرار في هذه المحافظة طيب إذن بالتالي ممكن اليوم ما يحصل في المحافظة في نينة وممكن يحصل على باقي المحافظات لكن هل ممكن أن يؤدي إلى مثل ما حصل في محافظة نينة وبأن يكون هناك من إثارة ملفات الفساد في محافظة سلاح الدين برأيك هذه ملفات اليوم في المحافظة وصلت إلى مرحلة أنه يعني كسر العظم سيد العزيز حقيقة أنا ما حدث في الموصل لعله لنا عبرة وعبرة طيب العبرة أننا اليوم فقدنا الكثير من الأحبة ومن الناس الطيبين المخلصين اليوم فقدت الأم في عيد الأم وفقد الربيع بربيع شبابنا وأطفالنا الذين ذهبوا اليوم لا نحتاج إلى كوارث ولا نحتاج إلى حوادث لفتح هذه الملفات تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة سيد عادل عبد المهدي هذا المجلس الذي سيعمل على تنسيق الجهود وتوحيدها من أجل فضح الفاسدين وكشف هذه الملفات ليس فقط اليوم في على مستوى المحافظات على مستوى الوزارات وأعتقد أننا نحتاج فعلا إلى توحيد الجهود ورص الصفوف وأن يكون لدينا نوايا صادقة وإرادة حقيقية في مكافحة الفساد الموازنات التي حدثت منذ 2003 وإلى هذا اليوم موازنات ضخمة وكبيرة جدا أهدرت بسبب وجود هؤلاء الفاسدين الذين سيطروا على مقدرات الدولة في جميع مفاصلها الوزارات والمؤسسات والمحافظات وغيرها اليوم ما يجري أيضا في المحافظات ليس فقط في الموصل وصلاح الدين والأنبار والبصرة وغيرها من تقاسم المشاريع على مستوى مجالس المحافظات ولذلك نرى أن هناك عزم حقيقي لمحاولة إيجاد تشريع ورؤية تشريعية وقانونية يمكن من خلال إيقاف نزيف هذه الأموال التي تهدر في مجالس المحافظات وفي المحافظات وحتى على مستوى الوزارات وصلنا إلى بيع مناصب إذا كان هناك من يتكلم كيف اليوم على دماء وعلى جثث أبنائنا اليوم يتراقص البعض ويتراكب لاستباق واقتناص الفرصة من أجل بيع مناصب وشراء ذمم واستثمار والحصول على فرص استثمارية وغيرها اليوم ليست هناك حقيقة رؤية وطنية لهذا الموضوع ما لم تكن هناك من المخلصين من أبناء هذا الشعب تحت قبة البرلمان ومن المخلصين حتى في مجالس المحافظات لفضح الفاسدين وإظهار هذه الملفات مع الأسف نحن دخلنا في دوامة كبيرة خلال هذه الفترة والفترة المنصرية وحتى في الحكومات السابقة مع الألم كان هناك تأييد جماهيري سواء كان من المرجعيات الدينية من الشعب من القوى السياسية وإلى هذا اليوم أعتقد أن السيد عادل عبد المهدي أمامه فرصة ذهبية لفضح هؤلاء الفاسدين من خلال ما يتخذه من قرارات في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خاصة إذا كانت هناك الكتل جميعها تعلن دعمها للسيد عادل عبد المهدي المرجعيات الدينية بمختلف مسمياتها ومكوناتها وأثنياتها اليوم تؤيد هذا الدعم وهذه الأطرحة هناك رؤية وثورة شعبية موجودة اليوم لدفع هذه الأجلة إلى الأمام من أجل فضح الفاسدين وإيقاف هذا الفساد والهدر في المال العام طيب سيد محمد البلداوي النابع عن تحالف الفتح شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا